موسيقى انا كنلاحظ بليد اذا كنقص على شحال هادي مهمة مش يحبس مره ولكن معدل ناقص مهم هاتش الكلاحظ انا بيانسو عغي لكي القانون ديالنا طاغي بيانسو غادي تنقص كتقال حسب قوات ديال القانون ديالنا في البلاد والخوف ديالهم عبتني من القانون كتبقى السلطة القانونية كتحكم هاتشي قل وما قلش دب حل دب افلافا كنشوف اغلب ديال دراري متوغيزي وصافيكي شوف خصو جاي ما على اساس انه غادي يدبر بنته ولا اتشي على الجاي هذا هو الاساس زياله وكنشوفه مثلا الاخرين ما يعني كليكي احتار مراسو هاتشي معنو تشي على قانون ولا ماشي قانون كليكي احتار مراسو را ما تيدرش هاتشي ولي ما تيحتار مسراشو را راكي يجي عندو التحرش عالي لي في شي في سرافي عندك باحدنا دبا في المغرب بقين عايشين في واحد المون الشامع اللي كي يقول لك كليكي يتحرش باشي واحد ولا كي يغتصبها كي يقول لك يلي يلابسها كاياك كنا نبلي على الضائرة اذا ما اتحال ما حاولنا ما غاديش تقل بادي الزر بادي عندك هنا يمازال بيدا في العرفان في الدبا خطوة من ديالنا بيدا احنا دلانجلي قد لقى كل شي كار في كل شي كي يبقى واحد الحتيارة انا كنت نبي ان هالضائرة ديالت تحرش متبتلاتش ومازال فيما ماشيتي كيت تحرشوا عليك يقفوا عليك بالطنبيل سوخته قدام لفاك واصلا الشباب ديال ما كيتبعوش الاكتوالي تبعوش عارفوش خرج شي قانون ولا ولا ما خرجش دوكو بقى نفس الضائرة ومازالي كان يعانيه من نفس الحاجة سوخته قدام لفاك وماشي غير من الصغار من الصغار والكبار يعني تيج حاجة ما تبتلات انا كنشوف خاصة شي قانون ليكون بلو سيفاغ ولا بلو سيفاغ المو من يقدر يحدد من هالضاهرة حيث اصلا الشاب المغربي ما كيتبعش الاكتوالي تيشوف القانون اللي خرج بنسبة في مدينة العرفان كنظر انه هم كانت شي تغير من مورا القانون فاشتر كنظر على مدى الطاويل ممكن غايكون شي تغير حيث باقي الناس المتحرجين بثيفاء خاصة خاصة باقي ما عارفين ش القانون كلي قرأ كلي مقراش كلي ما صيقش لي اصلا الاخبار بنسبة لي انا يا حاليا كنشوف انا التحرش مازال وخال قانون جديد وخطرح باقي الناس ما مدخلوش الفكرة الراسهم مش ميبقوش يتحرشوا بالبناج وبالنساء باقي يعني كتتحرشوا بهم بنسبة للتحرش انا القانون فق كل شي ولكن كنظر انه يتعلق بالوازع الاخلاقي المبادئ دي الانسان ديالو والوازع الديني هذا هو المهم لخص يكون في ابن ادم باش يتخلي عنده على التصرفات التحرش الجنسي ما عندوش علاقة بالمستوى التقافي ديال ابن ادم كي يتعلق بالمستوى الاخلاقي ديالو يعني كل ما انسان عندو احد الاخلاق مرتفعة وعندو مبادئ ديالو ما ديش يتخلي يتحرش بنات الناس طبيعي الحال والبنت هيا ما خصت تدير شي حواج ليتخلي الدريالاخر يتحرش بها هذا هو المهم ما تنساش تابونه فلاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هات بريس اشتركوا في القناة